السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة مع اسامة بقول فيها شكرا شكرا لجماهير النادي الالي شكرا للدعم شكرا للمحبة شكرا لحاجات كتيرة جدا 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 انت رسالة بتجيلنا في الوقت الصعب شكرا لدعمكم بجد مش عايز اطول في الموضوع اكتر من كده لكن بالتأكيد في ناس كتير فهمة ليه بنقول شكرا لجماهير النادي الالي اللي عمرنا ما طلبنا منها اي شيء ابدا لكنه امرها ما تأخرت علينا مش عشان احنا مخترعين لأ عشان هم حاسين قد ايه احنا فعلا عارفين يعني ايه النادي الاهلي النادي الاهلي بيعلن بشكل رسمي اسعار تذاكر مباراة النادي الاهلي ونادي الهلال السوداني كل التوفيق للنادي الاهلي كان فيه محاولة ان يكون فيه درجة موحدة ولكن الحقيقة انا ما كنتش متفق او مع رأي ان يكون فيه درجة موحدة التالتة والتانية كان لازم يكون فيه فارق حتى لو عشرة جميعا وده ما حدث بالفعل الدرجة الثالثة خمسين جنيه الدرجة الثانية ستين جنيه الدرجة الاولى يمين ويصار متين جنيه المقصورة الامامية ستميت جنيه ان شاء الله باذن الله الاستاد يكون الخمسين الف متواجدين في هذه المباراة التي لا تقبل القسم على اثنين في الازمات الصعبة جماهير النادي الاهلي معدنها بيبان جماهير النادي الاهلي اللي على مدار التاريخ كانت هي البصلة اللي على مدار التاريخ كانت هي لأي حد بيحيد عن طريق النادي الاهلي بترجعوا لي النهاردة بيتم الاعلان بشكل رسمي عن اسعار التذاكر ويتم فتح القيد وحضراتكم يعني بتتفرجوا على الحلقة دي فتح السيستم اقصد وباذن الله باذن الله تكون الامور اسهل على موقع تذكرتي ويكون الحجز بشكل فيه اسرع والموقع يكون قادر على استقبال الالاف من جماهير النادي الاهلي اللي يكون عندها روبة في حجز التذاكر النادي الاهلي مستمر في التدريبات عودة ياسر ابراهيم حمد الله على السلامة بعد الاصابة محمود متولي بيشارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية ولكن مش هيكون جاهز بنسبة كبيرة لمباراة الهلال السوداني يمكن الدكتور احمر ابو عبلق وضح ان هو يبدأ ياخد يعني جرعات مكسفة من التدريبات الجماعية على حسب حالته ولكن اتعامل فحص طبي لكابتن ياسر ابراهيم واصبح ياسر ابراهيم جاهز وقلر طبعا اجرأ التدريبات الفنية والبدنية والاجتماع مع اللاعبين استعدادا للمباراة الحاسمة في مشوار النادي الاهلي الافريقي عندنا بيان وزارة الشباب والرياضة اللي صدر وقت الفطار تحديدا وعندنا تعقيب صدر من قناة نادي الزمالك كأول حالة ممكن نرصدها لوزير الشباب والرياضة بعد مدخلته مع الاعلام الكبير احمد موسى ولكن عندي نقطة ممكن نكمل فيها متعلقة ايضا بالنادي الاهلي ومتعلقة بنجاح الشباب وكأن نجاح الشباب في مصر ازمة حقيقية ازاي تكون ناجح وازاي يكون عندك خطوات فيها تصارع في النجاح ده اللي قاله والد النجم الكبير لاعب النادي الاهلي والمصنف الاول عالميا في الاسكواش في بيان واضح جدا على صفحته لما قال انا والد اللاعب او البطل مصطفى عسل مصطفى عسل اللي بيتعرض لمضايقات شديدة جدا مصطفى عسل اصغر لاعب وصل انه يكون المصنف الاول عالميا ولمدة 3 شهور متتالية مصطفى عسل سابع لاعب مصري يتصدر التصنيف العالمي مصطفى عسل مازال بيتعرض لمضايقات وعرقيل برغم نجاحه برغم نجاحه اللي اتحقق في صغر سنه برغم انه هو حق بطولات عالمية وقرية برغم انه هو حق بطولة العظامات الثمانية تعرض لعرقيل حرمته من انه يسافر للولايات المتحدة الامريكية برغم انه زميله في منتخب مصر وزميله اللاعبين ايضا في لعبة السكواش المصريين اللي كانوا مسافرين كانت التأشيرة فاتحلهم بدري جدا بل بالعكس قبل السفير الامريكي في القاهرة قبل السفر وتأشيرة مصطفى عسل جات له قبلها ب24 ساعة لحرمانه من المشاركة في البطولة انا عايز اقول لوالد مصطفى عسل معلش لا بجد ومش هتلاقي حد يدعمك بشكل قوي يمكن هتلاقي دعم معناوي كبير جدا من جماهير النادي الاهلي يمكن هتلاقي دعم معناوي ايضا زي ما انت ذكرت كبير جدا من مجلس دارة النادي الاهلي زي ما ذكرت ان الكابتن محمول خطيب والمهندس خالد مرتاجي دعموك بشكل كبير جدا ولكن الموضوع كان اكبر منهم لان الاتحاد العالمي للسكواش يوجد به نائب النائب يقود نادي اخر منافس وبيدرب او مدرب خاص للعب اخر في ظل التداخل ده الوظيفي والمصالح اللي بتحكم اللعبات الكثيرة كان اللاعب كريم درويش او النائب رئيس الاتحاد دولي كريم درويش بيدي تعليمات للعابه في البطلات كتيرة جدا وهو نوع من انواع تضرب المصالح وانت محق بس ده هيحصل مع مصافة عسل وكل ما مصافة عسل هينجح هيتحارب تأكد فانا معاك ان انت تلجأ لوزير الشباب الرياضة معاك ان انت تلجأ لمجلس دارة النادي الاهلي معاك ان انت تلجأ للاتحاد المصري للكرة القدم ولكن هيتم اقافه وهيتم عرقلته لازم تبقى عارف كده مشكلتنا ان انت لما تكون صغير ويكون نجاحك متسارع ويكون واضح بيدايق ناس كتير ناس كتير جدا 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 هتلاقي بتعرقلك هتلاقي مش عايزك تنجح فانا بقول لوالد مصطفى عسل قدرك قدر ابنك البطل الحقيقي للعبة المصنف الاول عالميا ان هو يتعرض لمثل هذه المضايقات جماهير النادي الاهلي في ظهرك وفي ظهر ابنك ولازم لازم تكون قد قدرك ده وحارب وحارب وصدقني الافكار لها اجنحة وصدقني هتنتصر في النهاية لان اللي بيعرقله مسيرة ابنك عارفين كويس ان هو عنده قدرات لا يملكوها عارفين كويس ان هو ناجح ويستطيع ان هو يسبق الجميع فعشان كده هيبضلوا يعرقله ويعرقله ويعرقله خلي ابنك ماشي في طريقه وكلنا وراه ومصطفى عسل هيعود مرة اخرى لصدارة التصنيف لو ضاع منه خلال الشهرين وصد اللي هو توقف فيهم بحجة اللعب الخشن واتمنى من كل مسئول واتمنى من كل شخص بيعرقل اي شخص ناجح يا اخي كفاية بقى كفاية بقى بجد صدقني والله مهما حاولت الافكار لها اجنحة واللي بيمتلك الموهبة هيوصل هيوصل نروح لنقطة تانية غير مصطفى عسل ونروح بما اننا اتكلمنا عن المهندس خالد مرتجي نروح لبيان وزير الشباب والرياض الاول والمكالمة اللي اتكلم فيها مع الاعلام الكبير احمد موسى اتكلم بوضوح عن ان محتاجين يكون فيه تعاون عجبني النبرة اللي اتكلم بيها الدكتور اشرف صبحي اتكلم ان خلاص اللي فات انتهى ومات ولكن مع اي اساءات قادمة كنا مارنين جدا بما فيه الكفاية من اليوم لابد ان يكون الرياضة اخلاقيات وسلوكيات تمام جدا وانا متفق مع هذا الاتجاه متفق جدا مع وجهة نظر وقانون لعبة كرة القدم والقانون اللي بيحكم مش بس لعبة كرة القدم بيحكم كل شيء زي ما قال الدكتور اشرف صبحي من تعليق الاذاعة للرياضة اللي هو ما بعد التسعين دي ما قابل التسعين دي وعلى الجميع ان يتحلى بالمسؤولية كلام كله مهم جدا حتى هو يعني استطرد وقال اذا كان بيتقال مش هيتطبق لا احنا هنبعت وهنفسر واللازم الناس تبقى عارفة القانون وهنطبق وهيكون فيه لجان ترصد كل خروب عن النص وكل محاولة فيها يعني تقليل من شأن الاخرين وفيها تجاوز فبقدم له اول هدية اولا في قناة نادي الزمالك تحدثوا عن مدخلتك مع الاعلامي احمد موسى وانتقدوك شخصيا وقالوا ازاي تطلع مع اعلامي بينتقد نادي الزمالك النقطة التانية هم اتكلموا عن المهندس خالد مرتاجي والحديث الاذاعي في برنامج جزاعي وانا عادة عادة برغم ان انا يعني بسط جدا في عادات خطة احمر سواء شدي صبري او رضا غانم او احمد الغمري لما بعقب ما بعقبش ابدا على تصريح مكتوب بقلب ان انا اسمع عشان اشوف عشان احلل يمكن كلمة بتتحط بشكل معين ما تديش المعنى اللي ممكن يكون بيتكلم به الشخص عشان كده انا سمعت الحلقة كاملة للمهندس خالد مرتاجي عبارة عن ساعتين ومداخلات من الاستاذ العمري فاروق والاستاذ طارق انديل والدكتور محمد سراج والحلقة كانت جاو رمضاني باستثناء الجزء الاخير اللي انا عتبت فيه يعني بعض الشيء لما المهندس خالد مرتاجي تعرض لبيت سمس ماني ومع ذلك قال ان هو في النهاية مدرد محترم لاني تعاقل معنا دليل كلام من الحلقة ما عجبش احد مقدم البرامج في قناة نادي الزمالك وكان يعمل مراسل في قناة النادي الاهلي وطلع يتكلم بمنتهى الجرأة ويشير الى ان حديث المهندس خالد مرتاجي امين صندوق النادي الاهلي اللي هو وزير خارجية اللي تقدر تتكلم عنه والرياضة المصرية تستفيد من وجوده ومن قدراته ومن علاقاته الخارجية وانه ازاي يكون امج واجهة للرياضة المصرية فيتكلم عنه اعلامي في قناة نادي الزمالك ويقول لو عايز تبعبع او تهري مصطلحات اصلا انا بعتذر ان انا بكررها على قناتي على اليوتيوب مش على شاشة قناة نادي كبير زي نادي الزمالك لا انا بعتذر ان انا بقررها على قناة على اليوتيوب برغم ان انا القناة على اليوتيوب لا فيها تجاوز ولا فيها خروج عن نص ولا فيها ايه اساءات بتكون موجودة على قنوات للأسف فضائية كتير جدا فاتكلم عن المهندس خالد مرتجي وقال انا ما شفتش هو كان طالع فم داخلة ولا ايه بالظبط انا قريت بس فياريت الاعداد يعرفنا هو كان لابس ساعة ولا لا في الاذاعة والاعداد هيعرفك هو كان لابس ساعة ولا لا طيب هو مفهوم طبعا انت بتتكلم عن ايه وهنا ده برصد الحالة دي للدكتور اشرف صبحي نفسه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو اللي كان موجود في ازمة المستشار تركيالشيخ والنادي الاهلي وهو الشك اللي جان وهو اللي رصد وهو اللي استقبل وهو اللي جان بتاعته اللي خدت الساعات الهدايا اللي كانت موجودة في مغزن النادي الاهلي وهو المطلع على كل شيء وكل الاجراءات دي قانونيا فلما يتم الحديثة عن ساعه هو مش تشكيك في المهندس خالد مرتجي بقدر ما هو تشكيك في وزير الرياضة نفسه في اجراءاته لان ده ادعاء ان النادي الاهلي او اعضاء مجزارة النادي الاهلي خدوا الساعات ووزير الشباب والرياضة والوزارة المشكلة طلعت قالت ان احنا استقبلنا الساعات دي ودخلت خلاص في حسابات بنك تحيا مصر والامور ما بقتش مع النادي الاهلي ونادي الاهلي قدمها للدهولة فده رقم اثنين هل اكتفى هذا المزيع بهذه اللقطة لا اتكلم كمان وقال ان المهندس خالد مرتجي يا ريتي ردلنا انت شاركت في مبارات السوبر ليه وشاركت في كأس العالم ليه وانت مخدتش دوري ابطال افريق الامر ببساطة اللي انت متعرفوش لوائح انا لعبت مبارات السوبر لان اللايحة بتقول ان وصيف الكأس او وصيف الدوري بيشارك في بطولة السوبر فلعبت زي ما انت لعبت كتير جدا والاهل بطل الدوري والكأس في مبارات السوبر طيب انا شاركت ليه بكأس العالم اندية دي لايحة لايحة محطوطة من الاتحاد الدولي شارك على اثارها اندية كتير جدا في الخليج لما نظموا البطولات وكان منظم البطولة هو بطل المسابقة فبيشارك نادي تاني اللي هو وصيف زي ما انت كنت لو النادي الاهلي مثلا امام كايزر الشيفز البطولة عشرة كان هو اللي نظم البطولة في مصر ما كانش الزمالك اللي يشارك فكان يشارك كايزر الشيفز فدي لوائح لو احراك مش عارف لوائح فانت بنقول لك اجابة السؤال لكن لما المهندس خلي مرتجي اتكلم وقال ان شعبية النادي الاهلي جارفة والنادي الاهلي 70% من جمير كتر القادة المصرية ده امر لا يقلل على اطلاق من جمير نادي الزمالك او من شأن نادي الزمالك بالعكس وإلا يبقى الكابتن حسين لبيب لما طلع وقال نادي الزمالك اكبر القلعة الرياضية في مصر كنا نحاسبه عليها هو يقول له اعايزه حتى لو الكلام ده مش منطقي لان انت اكبر قلعة الرياضية في مصر هي مبنية على قصص كثيرة جدا بطولات وتاريخ وبطولات في كل الالعاب وكمان مساهمات مع كل المنتخبات الوطنية والنادي الاهلي هو اكثر الاندية بدون شك وشعبية وجمهرية والنادي الاهلي هو اكثر الاندية شعبية وجمهرية بدون شك فلم يسيء على الاطلاق لنادي الزمالك النقطة الثالثة اللي اتكلم فيها المهندس خالد مرتجي وقال ان قرار الكابتن صالح سليم في فترة تسعينات منح نادي الزمالك بطولات افريقية ايه الغلط في ده ايه الاسائف ده فلما تيجي ترد عليه ما ينفعش تقول اصلا انا لعبت بطولة سنة 93 وانا بطل الدوري واكسبتك في السوبر اللي كان في جغانس بيرد طب ما انت عارف دي المباراة الوحيدة اللي انت فزت فيها على نادي الاهلي في افريقيا برغم ان احنا تواجهنا تسع مواجهات وكان بسبب باترس ما تبلق الحكم اللي تم حبسه في 2004 بطومة الرشوة عادي جدا والاجراءات القانونية او القرارات القانونية اللي خادها في ارض الملعب اللي ايمانولي اضطرت فيطرد محمد يوسف عادي جدا فالقصة عادي انت خدت بطولة 93 اولا اعايز اتأل سؤال اولا انت ليه بلقت من بطولة 93 طب ليه ما روحتش ان انت بطل دوري ابطال افريقيا في 84 عارف ليه ما روحتش لان انت كنت لا تستحق المشاركة في البطولة وشاركت بعد توجيه تم من اتحاد كرة القرم المصري للاتحاد الافريقي وابعاد المخولون العرب بطل الدوري 82 83 على المشاركة في دوري الابطال عشان يشارك مع النادي الاهلي في بطولة ابطال الكؤوس ويروح نادي الزمالك يشارك في دوري ابطال افريقيا والموضوع ده انا عرضته بالمستندات وكل الارشفات اللي بتقول النادي الماولين العرب تعرض لظلم مفادح بتوجيهه لبطولة ابطال الكؤوس وهو بطل الدوري فده 84 انت شاركت فيها لما جيت في 86 انت شاركت ليه لان انت شاركت بطل الدوري 84 بطل الدوري 84 انت شاركت في 85 واخسرت امام الجيش الملك المغربي بدرقلات الترجيع في الدور قبل النهاء لكن شاركت 86 ليه لان النادي الاهلي اعتذر عن المشاركة في دوري ابطال افريقيا عشان كان عايز يحقق البطولة الثالثة بالكاس ماذا الحقيقة مش ده قرار من رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي منحك فرص المشاركة واخدت البطولة غلط فيه لما جي انا اخد قرار بان انا انسحب من البطولات الافريقية مش ده قرار من رئيس النادي اللي سمح بعد كده ان انت تشارك في البطولة وتاخد بطولة 96 مش دي قرارات رئيس النادي ايه الغلط اللي قاله المهندس خالد مرتاجي في القصة دي بكلمك في 3 بطولات منهم بطولتين قرار مجلس ادارة النادي الاهلي قرار الكابتن صالح سنين سواء في 86 او في 96 مش دي قرارات ايه الخطأ اللي اخطأه الكابتن او المهندس خالد مرتاجي طب نسيب كل ده تعال اقولك بقى ايه الاخطأ لانت اخطأ طه اولا انت بقى بتشوه تاريخ النادي الاهلي ومش بس بتشوه تاريخ النادي الاهلي انت بتشوه المنظومة الرياضية لانك استدعيت بوست قديم لأحمد عفيفي الاعلام السابق في قناتنا دي الزمالك والبوست بوضوح شديد جدا بيتكلم في محاوره بيقول ان مشكلة الزمالك مفيش مشكلة في الزمالك الزمالك هو اللي مشكلة هو اللي مشكلة عند مين عند المنظومة الرياضية ليه بقى مشكلة استاذ احمر عفيفي طبعا ده قاله من فترة طويلة يعني عشان بس ما يكونش الكلام رايح رد على عفيفي لان وارد جدا قناعات عفيفة اختلف وارد جدا الظروف اللي حصلت دي اختلفت هقولك عفيفي هو بيتكلم في القصة دي كان الزمالك مثلا مش قادر ياخد بطولة دوري لكن لما تيجي تستدعي البوست ده والزمالك بقاطل اخر رسقتين دوري وتقول اصل كده كده مفيش اصلا تنفسية في مصر فانت تلعب ليك يا نادي الزمالك انت لو عملت كل الحلول الخزعبلية برضو فيه مفيش تنفسية والبطولة هتروح للنادي الاعلي طيب ده كان قابل نادي الزمالك ما ياخد بطولتين دوري وبالتالي لما تيجي تجربة في 2001 زي منتخب الولمبي الاهلي يشتريها تجربة 2002 زي النادي الاسماعيلي الاهلي يشتريه برغم مثلا ان اللعيبة اللي راحت من نادي الاسماعيلي دي ما رحتش على اهل مباشرة دي خرجت على اندية اخرى منهم اسلام الشطر اللي راح نادي الزمالك اصلا قبل ما يروح التحجد ويرجع على النادي الاهلي لكن هو الاهلي بيشتري اللعيبة تمام النقطة الاهم لما هي فلوس مش فيه نادي اسمه نادي بيرامدز دلوقتي قدر ياخد من ابناء النادي الاهلي بواحد من اهم اللعيبة اللي كان له تاريخ كبير جدا وبيعد ان هو يكون احد اساطير النادي الاهلي زي رمضان صبحي ما عملش حاجة ليه نادي بيرامدز لما هي القصة فلوس ما اخدش بطولات ليه مع كامل احترام النادي في وشار اول سنة بلعب فيها بياخد كسر ربطة ما قدرش ليه نادي بيرامدز ياخد كسر ربطة لو هي القصة فلوس فقط لغير لو القصة هي مفيش تنافس الزمالك ليه خد اتنين دور ابطال اتنين دور متتالي طب بلاش كل ده المنظومة في مصر سيئة جدا المنظومة في مصر ما فيش فيها تنافس المنظومة في مصر بتقولك ان الاهلي هو البطل كلام ده موجه للاعلامي اللي استشهد بالبوست بتاع عفيفي مش العفيفي لان انا مش هينفع ارد على واحد قناعات من ثلاث سنين وارد جدا قناعاته اختلفت لكن الغريب ان هو بيقوله ربما كان معذور فيه من لما يقوله من ثلاث سنين لكن اللي بيقوله دلوقتي والزمالك بطل الدوري اخر نسختين ده بيقوله ازاي سيبك من المشاركات المصرية خالص سيبك من التنافسية المصرية انت بيحق ليك المشاركة في دوري الابطال لو انت تاني الدوري انت من الفين واثنين في افريقيا هل ايضا الكاف عنده امور مفهاش تنافسية وبرضه النادي الاهلي او نادي الرجاء او نادي الترجق او نادي الوداد او نادي مازينبي هو اللي بس فقط لغير او نادي سانداونز هو فقط لغير اللي بياخده بطلات افريقيا الحقيقة كلام انا اقرب ما اقول ان هو مش بس نظرية مامرة لا ده هو اصلا ملوش لا منطق ولا له اساس لان لو بتتكلم عن الفلوس نادي بيرمز الوقتي خطف لعيبة من النادي الاهلي بلاش خطف خد لعيبة من النادي الاهلي بعد انتهاء عقودها عشان نقول مستنميات صحيح بالاغراء المالي فاذا النادي الموجود الاكسر دفعا للمبالغ المالية حاليا بقاله اربع سنوات ونادي بيرمز مش النادي الاهلي ميزانية النادي الاهلي ورواتب اللاعبين في النادي الاهلي بتكلم عن رواتب اللاعبين في النادي الاهلي اقلم رواتب اللاعبين في النادي الزمالك ونادي بيرمز حاليا في تنافس شديد جدا على المال لو هي قصة مال طب تعالى الاهم كمان كان الاول وكالة تابعة لأحد المؤسسات التابعة للدولة هي اللي كانت بتحدد قيمة دا وقيمة دا وقيمة دا دلوقتي انت تقدر برحتك سوق لنفسك كنيدي زمالي قدي الفلوس وقزمة الفلوس القصة بصار شديد ان المشكلة هنا ومشكلة الفشلين دايما عند الاخرين نشوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا الاهلي فوق الجميع